هنتعرف مع بعضا على حكاية الفنانة ساميا جمال مع المثقر فريد الأطرش والملك فاروق وازاي وامتى حبت ساميا جمال فريد الأطرش وإطاء بها تعلاقتها بجلالة الملك فاروق وهل الملك كان السبب في انفصال السنائي ساميا وفريد عن بعض وماذا قال الفنان سامير صبري عن هلوقة الملك بالفنانة ساميا جمال ساميا جمال فرشت السينما المصرية وراقصة مصر الرسمية كما أطلق عليها الملك فاروق ولدت في أحدى محافظات مصر في الصعيد لأسرة فقيرة مكونة من أب وأم وزوجة أب متسلطة وإخوات بنات وصبيون زينب خليل هو الاسم الأصلي للفنانة سمية جمال عاشت سمية جمال طفولة بائسة وده اللي حكيته في حديث صحفي المهم إنها كانت بتتضرب من أبوها كتير جدا بسبب وشايات زوجته ضد سمية وكانت بتسلطه عليها كتير فيضربها لحد ما يغمى عليها ماتت أمها اللي كانت بتحميها من سطوة أبوها وراحت علشان تريح نفسها من ظلم زوجة أبوها علشان تعيش مع أختها في بيتها لقيت هناك برضو سوق معاملة فاخدتها سمية من قصرها وروحت عاشت مع إحدى جارتها وعرفت إن قريب جارتها ده بيشتغل في كازينو بديعة مصبني ولما شافها حس إنها عندها مواهب فنية فأخدها الكازينو بديعة وعملت بالفرقة وكان أول ظهور ليها في ليلة راس السنة سنة 1939 كانت هويتها المفضلة سمية على الراديو وهي واقفة في شبكها اللي بيطل على إحدى المقايي المجاورة ليها ففي أحد المرات سمع السوت خطف أذنها وهز كيانها على حد تعبرها السوت ده كان صوت الفنان فريد الأطرش المطرب الجديد سمعت له أغنية بحب من غير أمل وتمر الأيام وتفضل سمية تسمع لصوت فريد ومع كل أغنية قلبها يدق ويزيد حبها وتعلقها بيه أكتر واشترت في يوم من الأيام مجلاء كان فيها صورة فريد الأطرش احتفظت بيها في مكان أمين علشان تشوفها كل شوية ومن هنا تعلقت بيه وحبته من قبل حتى ما تشوفه ما صدقتش نفسها لما شركت في رأسة جماعية في فيلم انتصار الشباب وأخيرا شافت فريد الأطرش على الطبيعة المهم إنها بعد كده شركته بطولة أول فيلم ليها وهو حبيب العمر ومن هنا تولد حبهم لبعض سألها الصحف اللي كان عامل معها الحوار ده انت ليه ما تجوزتيش فريد قالت إنها عاشت معاه 8 سنين كلها حب في حب ولما سألته مش أنا الأوان بقى علشان نتجوز قال لها كلمة أصابت قلبها وكأنها رصاصة اخترقته قال لها مش ممكن نتجوز رقاصة الجملة دي قفلت قلبها من ناحيته تماما زي ما قالت للصحاب المهم إن سامية بعد ما انتهت علاقتها بالفنين فريد الأطرش اتعرفت على جوزها الأمريكي كينج شيبرد اللي أشهر إسلامه واتجوزها وزفرت معاه لأمريكا ورجعت بعد سنتين مطلقة ورجعت صورة بديعة وزاد طلب الجمهور عليها لحد ما قررت بديعة إنها ترقص منفردة وده أثار غيرة الزميلات اللي فضلوا يعملوا فيها مقالب حتى تحية كاريوكا اللي كانت زملتها في فرقة بديعة اشتركت معاهم وعملت فيها مقالب إنها قطعت لها بدلة الرأس بتاعتها قبل ما تعمل العرض بتاعها بدقائق زهت سامية من كتر اللي شافته منهم طلبت من بديعة إنها تمشي ولكنها رفضت وعلت أجرهم المهم إن قبل سامية ما تتجاوز كينج شيبرد كان فيه عمضة بيحبها جدا ولكنها كانت مش مديال وش لأنها كانت بتحب فريد الأطرش فعرض على فريد إنه يشترك معاه في شركة إنتاج طبعا بفلوسه بشرط إن سامية تكون بطلة كل الأفلام وأول بطولة كانت فيلم حبيب العمر وطبعا فؤاد الأطرش كان ليه تأثير جدا على أخو فريد الأطرش وأسمهان لأنه هو كان مدير أعمال فريد وقال لها أنت فين من أمراء بيت الأطرش وقالت أنا أعتقد إن السبب في انفصلنا هو فؤاد الأطرش وبالمناسبة الشركة دي انفضت بعد ثلاث سنين لأن فؤاد كان دايما بيوقع بينهم بذكر علاقتها العاطفية مع فريد الأطرش قدام العمدة ده فأصار غيرت العمدة وفض الشراكة مع فريد أما بقى عن علاقتها بالملك فروق فهي شائعة لا أساسة لها من الصحة فاللي طلع الشائعة دي وجود صورة راقصة من ظهرها عند الملك فالناس رأسهم وألف سيف إن دي سامية جمال لأنها نفس الجسم والطول حتى طول الشعر ففضلوا بقى ينسجوا أحداث وقصص من خيالهم عن سامية والملك فروق حتى تحية كاريوكا قالت إن ما فيش بينهم أي علاقة فالسبب في ترك فريد الأطرش لسامية هو كلام فؤاد الأطرش الجارح لسامية جمال حتى السكرتير الخاص للملك فروق لما سؤل عن طبيعة علاقتهم ببعض قال إن ما فيش بينهم أي علاقة ما فيش بس إلا إنها بترقص والملك فروق شافها في أحد الصهرات في إحدى ملاهي جزيرة كابري وسقف ليها زي أي حد من اللي أعلم فأكتر من كده ما فيش أي علاقة بتربطهم وقالت من الفنين سامير صبري إن ما كانش بتربطها أي علاقة بالملك فروق سوى إنها بترقص في الحفلات اللي كان بيحضرها وما كانش ليها بأي علاقة شخصية والمرجح الوحيد للصحف الصفرة اللي بتتكلم في الموضوع ده هو كتاب مصطفى أمين ليالي فروق اللي كتب فيه 25 صفحة عن علاقة محرمة وغير شرعية بينها وبين الملك فروق وطبعا ده غير حقيقي وده طبعا كله متفبرك ومش صحيح وهي بنفسها حلفت على عدم وجود أي علاقة تجمعها بالملك فروق